اهلا ومرحبا بحضرتكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي واجه الصحافة وحلقة هذا الاسبوع تدور حول التحول الرقمي في القطاع الزراعي خطوات وقفزات عملاقة فحجم الجهد والعمل الذي تبذله الدولة في جميع المجالات في اطار التنمية الشاملة المأمولة الحقيقة لا تنكره عين قفزات عملاقة وخطوات واسعة نقطعها كل يوم لتحقيق نهضة شاملة حقيقية تليق بمصر والمصريين التحول الرقمي في القطاع الزراعي من بين هذه القفزات التي ربما لا يشعر بها الكثيرون خاصة مع التوجهات العليا بتقديم الخدمات الزراعية من خلال شبكة الانترنت وبالمتابعة المستمرة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمراجعة موقف اطلاق البوابة الالكترونية لوزارة الزراع والمرحلة الاولى من خدمات الوزارة المميكنة من اجل تلبية احتياجات المستفيدين في اي مكان وعلى مدار الساعة عجلت العمل تتسارع وطيرتها في مشروع المساعد الذكي للفلاح تحت عنوان هدهد لتوفير الدعم الارشادي للمزارع المصري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الى جانب المساعدة في متابعة التغيرات الخاصة بالاسعار والتقصى والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية على اتحال ستدور حلقة اليوم في نقاشها مع ضيفين كريمين هما كل من الدكتور علاء علي السيد الخبير الاقتصادي نرحب بك دكتور علاء شرفتنا ودكتور محمد خليف عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستشاري الابتكار والتحول الاراق من شرفتنا دكتور محمد اهلا سلام نستاذا حضركم نتعرف على اهم جاء في الصحافة المصرية الصادرة مؤخرا حول موضوع الحلقة مشاهدين الكرام وبعد هذه القراءة المعتادة نبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام فاصل ونعود اليكم ارجو ان تبقوا معنا من جديد لحضراتكم التحية ونبدأ قراءتنا الصحفية هذا الاسبوع من المصري اليوم التي جاء فيها تحت عنوان رئيس الوزراء يتابع الخطوات التنفيذية لتطبيق منظومة التحول الرقمي تقول التفاصيل وزارة الاتصالات تقوم بتنفيذ عالة ضخمة من المشروعات الخدمية بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي من ابرزها تطوير منظومة الحيازة الزراعية واصدار الكارتة الذكي للفلاة نذهب الى اليوم السابع وزير الاتصالات تحت 200 خدمة امام المواطنين نهاية 2021 على منصة مصر الرقمية خطوات كبيرة تمت في اطار رؤية مصر 2030 وستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي وذلك سعيا للوصول تحويل مصر الى مجتمع يعتمد على التطبيقات التكنولوجية نتحول الى الاهرام وزارة الزراعة كارتة الفلاحة الذكي تم تعميمها على مستوى الجمهورية اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة يزداد يوما بعد يوم ومن عام 2014 وحتى الان رأينا استثمارات كثيرة لتعظيم الانتاج الزراعي ومن ضمنها الاستثمار في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي يعود ذلك بالنفع على الفلاح والمزارع المصري ويحقق افضل النتائج لزراعته في الدستور وزير الاتصالات يكشف للدستور تفاصيل الخطة المشتركة لميكانة قطاع الزراعة خطة مشتركة بين وزارتين الاتصالات والزراعة تستهدف ميكانة اعمال وزارة الزراعة والديوان العام والمديريات الزراعية على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة فيبر من صحيفة صدى البلد الزراعة تستعين بهدهد للتواصل مع الفلاحين يعد مشروع هدهد احد روافد الجهود مبدولة للتحول الرقمي بوزارة الزراعة فهو الوسيلة الالكترونية التي تتواصل بها الوزارة مع الفلاحين وهذا التطبيق الخاص بالمشروع متاح على الهواتف لتسجيل جميع الخدمات او لتسهيل جميع الخدمات على الفلاحين نختتم من الاهرام جهود التحول الرقمي تقود مصر نحو الجمهورية الجديدة التحول الرقمي هو الاساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكرة الجمهورية الجديدة وهو ما تم رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الاخيرة في تطبيق الحلول التكنولوجية في كافة القطاعات ومشروعات الدولة بعد الفاصل نعود إلى ضيفين الكريمين لبدء الحديث والنقاش من جديد لحضراتكم التحية وفي البداية لتحديد موضوع الحلقة عن التحول الرقمي في القطاع الزراعي الخطوات والقفزات العملاقة التي تمت في هذا القطاع في البداية أرحب ضيفي الكريمين من جديد الدكتور محمد والدكتور علاء أسمح لي أبتدي مع حدركة دكتور محمد يعني هل موضوع التحول الرقمي قاصر مبدئيا فيما يتعلق بالعمليات الرقمية أو العمليات الإلكترونية أو المعاملات البنكية أو اللي ممكن يمتد إلى فكرة تكنولوجيا الزراع بالضبط هو فعلا التحول الرقمي بيعمل صفة عامة فكرة التحول الرقمي هو فكرة قائمة على أن أنا بحل مشكلة أو أن أنا بألبي احتياجات تبقى موجودة عندي في المنظومة الزراعية بصفة عامة سواء كان نوع الاحتياج ده أو نوع المشكلة اللي احنا بنحلها فإن استخدام التكنولوجيا في حل هذه المشكلة بصورة رقمية باستخدام تكنولوجيات الحديثة في الرقمية وبفرض أن احنا الحل ده بيعطي قيمة مضافة جديدة لا يعطيها الحلول التقليدية فإن الحل ده بالطريقة دي بيطلق عليه أحد حلول التحول الرقمي إذن التكنولوجيات المساعدة على عملية الزراع أي إن كانت بقى لو بتساهم في مساعدة المزارع أو الفلاح في عملية إدارة العملية الزراعية بتساعده في التسويق بتساعده في اختيار المحاصيل بتساعده في إن هي بتدي له نوع من أنواع التقارير اللي يقدر يعرف منها هو ماشي صح ولا إيه النظام بتاعه في المحصول أنت بكم بتساعدك في عملية التسويق خارج مصر أنت بتتكلم مثلا على سبيل المثال أن التكنولوجيات الرقمية الجديدة القائمة على سلاسل الكتلة أحد التكنولوجيات الجديدة تكنولوجيات التحول الرقمي بتستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم لعمل ما يطلق عليه تريسابيلتي أو القدرة على تتبع المحصول الزراعي يعني إحنا لو محصول الفراولة مثلا اللي مصر بتصدره وبتشتهر به المحصول ده هوت بيروح في المستهلك في أوروبا نعرف طبعا بيتزرع فين وكميته قديه وزودته قديه فالمستهلك يقدر يعرف الفراولة دي جاية منين بالزبط من مصر وبالتالي لو حصل لأي ظرف أن في مشكلة حصلت في الفراولة اللي جاية من بشكل رقمه هيتم استبدالها بمكانهم من حقل معين أو من مكان معين ما نهدرش كل المحصول المزروع ما يجيش يحصل منع مثلا على المحاصيل بصفة عامة لكن يحصل نوع من أنواع التحييد للمشكلة في نطاق بسيط جدا فليها طبيقات خطيرة جدا أكيد غادر أنه الفوايد كتيرة دكتور علاخ وبشكل مبدأي لازم برضو أسأل حضرتك عن فوايد هذا الطبيق تحول الرقم في القطاع الزراعي إضافة لقاله دكتور محمد إلى أي مدى ممكن يفيد الزراع والمزارع طبعا في مصر ويعود بتأكيد بالنفع على الاقتصاد القومي وكل خليني في البداية بس ما نتكلم عن الخبر لحدتك قلته وهو تحويل الحيازة الزراعية لحيازة مميكانة أو الكارت الزكري دي نقطة مهمة جدا لأن في الآخر إحنا ما بنيجي ناخد قرار لو أنا ما عنديش قاعدة بيانات واضحة ومحددة أو عارف المساحات بتاعة الأراضي وبتتزرع إيه مش هقدر يبقى عندي مزايا عشان أنمي المزايا بتاعتي زي ما الدكتور تفضل كده في مشروع الفراولة مثلا نحن السنة اللي فاتت كانت مصر من أكبر دول مصدرة الفراولة في العالم ليه؟ لأن ده كلام اشتغلت عليه الدولة المصرية مش السنة اللي فاتت بس منذ سنوات أنا شاء الحركة سؤالي اعتراضي دلوقتي وممكن نرجع له مرة تانية بالتفصيل بعد التقرير اللي معنا لكن بشكل مبدئي أظن أنه ظروف كورونا في العالم نمت الصادرات الزراعية المصرية شوية يعني أثرت شوية ولكن أنا عايز أقول أن احنا عملنا بنية تحتية وبنية تكنولوجية من اختيارنا للشتلات اللي هتتزرع والكودنج زي ما الدكتور تفضل أنا بقى عندي كودنج والأراضي اللي بتزرع وبالتالي المساحات المنزرعة وبتتزرع إزاي وهتروح لمين؟ واستكمالا للفاليو تشين لسلاسل القيمة من أول شتلة ما دخلت للزراعة التعاقدية للشركات اللي بتصدر لمحطات التصدير كل دوة التحول الرقمي أفدنا فيه كتير جدا الكارت الزاكي للفلاح اللي محدد لي المساحات ونوع الزراعات اللي موجودة بيخليني أقدر أعرف إذا كان عنده هذا المزارع هيبقى عنده مشاكل في التمويل هيبقى عنده مشاكل في السماد هيبقى عنده مشاكل في التسويق فبقت وجود قاعدة بيانات إلكترونية كانت البداية في الانطلاق بعد كده نبتدي نشوف هنقدر نقدم الخدمات للمزارع إزاي نربطه بقى بسلاسل القيمة نربطه بالمصدرين نربطه بالناس اللي بتستورد الشدلات اللي هي ليها ميزة نسبية بره في عمليات الاستراض بتاعت الفراولة وحققت الأمر الدكتور تفضل بحتة كويسة جدا احنا كنا الأول لما نيجي نصدر بطاطس لو تفتكر كانت يجي حذرة على البطاطس المصرية مرة واحدة النهاردة بنتجلم عن إن لو في مشكلة بقيتعرف الكودينج بتاعها منين وقدر عالجها وما تأثرش على باقي المناطق اللي بنزرح جميل وأكيد هنعرف من حضركم فوائد أكتر عن التحول الرقمي القطاع الزراعي وإزاي الزراع والمزارعين المصريين يستفيدوا بمزايا هذا التحول الرقمي نتابع هذا التقرير مشاهدين الكرام ونعود إليكم أرجو أن تابقوا معنا مع مرور سبع سنوات على تولي الرئيس عبد الفتح السيسي قيادة مصر شهد القطاع الزراعي العديد من الإنجازات والمشروعات والتي تحققت في زيادة الرقعة الزراعية وجودة المنتجات الزراعية وزيادة الصدرات ودعم المزارعين والتحول الرقمي وغيرها فمنذ تولي الرئيس السيسي كانت هناك رؤية واضحة للدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراع بمصر الرقمية والتيسير على المزارعين فقد أطلقت وزارة الزراع وسصلاح الأراضي الكرت الذكي في 23 محافظة وجاري إطلاقه في المحافظات الثلاث الأخرى حتى يكتمل التعامل بالمنظومة بعد إضافة خدمة المدفوعات ميزة للكرت مع التوسع في ميكانة الخدمات الزراعية والذكاء الاصطناعي وإطلاق تطبيق يساعد الفلاح على الإرشاد الزراعي بالإضافة إلى أكثر من 20 خدمة إلكترونية من خدمات الوزارة جاري إطلاقها على بوابة مصر الرقمية وأيضا حصر المساحات المنزرعة بالذكاء الاصطناعي وقد وضعت وزارتها للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراع خطة مشتركة تستهدف ميكانة أعمال وزارة الزراع والديون العام والمدريات الزراعية على مستوى الجمهورية وربطها بشبكة فيبر وميكانة الجماعيات الزراعية ومحطات الإرشاد الزراعي وإتاحة الخدمات المميكانة للفلاحين والمزارعين لتحقيق الشفافية والمساواة في التوزيع هذا ويؤكد الخبراء أن استخدام تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منظومة الزراع سيعظم من القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ويضعف حجم قطاع الزراعي ويحافظ على مورد الدولة ويحمي الفلاحين جديد لحضراتكم التحية والتحية موصولة لضيفية الكريمية الدكتور علاء ودكتور محمد ومرة تانية يبتلي مع حركة دكتور محمد إذا كان حدثنا اليوم عن تحول الرقم في قطاع الزراعي محتاجين نعرف أكتر هل هو خدمات تتعلق بالزراعة وتيسير أمر الزراعة ولا ممكن زي ما تسألنا في البداية يمتدل تكنولوجيات الزراعة وكيفية الزراعة نفسها في دولة أو أخرى على اعتبار أن التكنولوجيا ممكن تساعد في تنمية المحاصيل الزراعية أو الناتج الزراعي بالطبع طبعا إحنا يعني زي ما قلنا قبل كده التحول الرقمي بيستهدف حلول لمشاكل فأنت جزء من المشاكل الزراعة مرتبط بالعمليات الزراعية نفسها وممكن فيه جزء بخاص بإدارة العمليات الزراعية الإدارة دي ممكن تبقى شامل عمليات التسويق أو التكامل بين سلاسل القيمة زي ما الدكتور عليا كان بيتكلم بس العملية الزراعية في حد ذاتها بتدخل فيها التكنولوجيا وبتدخل فيها الانترنت وبتدخل فيها انترنت الأشياء والزكاء الاصطناعي وكل أنواع التكنولوجيات الخاصة بالتحول الرقمي احنا بنيجي نتكلم دلوقتي على أن فيه أزمة مياه عالمية أزمة المياه العالمية دي مرتبطة بأن انت يكون عندك إدارة هذه الأزمة بطريقة جيدة تتطلب وجود بيئة معلوماتية بيئة معلوماتية شاملة للعمليات الزراعية شاملة انت أنواع الزراعات المختلفة اللي انت بتزراعها ايه بتستهلك مياه قد ايه دلوقتي في ريل تايم يعني في وقتها حاليا احنا بنقدر نقيس ونشوف الوقت وقتيا الاستهلاك المياه في عمليات الزراعية المختلفة نعمل عملية تحسين لعمليات الراي بكافة تكنولوجيا عن طريق استخدام تكنولوجيا جديدة بتحط حساسات وبتحط مكونات الكترونية في الأرض نفسها فتقدر ان انت تقدر تعرف عندك بيانات بات محتاج ميا مش محتاج ميا عندك بيانات وبالتالي مندخل بقى في بقولوا عليها البرسايس اجريكولشور او ان انت مش مجرد ان انت بتزرع الزراع العادية التقليدية بتاعتنا ده احنا بندي للزرع الميا اللي هو عايزها السماد اللي هو عايزه كل المكونات اللي هي تخليه يعني ينمو بطريقة لا صحيحة ده كل ده معتمد على التكنولوجيا وده اللي خلى دول تانية احنا يعني كثيرة بتزرع في الصحرة وبتقدر ان هي تدير عمليات المياه اللي هي نادرة في دول كثيرة من خلال التكنولوجيا البيئة المعلوماتية القائمة على التحول الرقمي يعني حيوية جدا وحارجة لمصر وحارجة في قطاع الزراع اللي هو قلب الاقتصاد الوطني انت امن الدولة كله معتمد على الزراعات اللي انت بتعملها والاتفاة الزراعات اللي انت بتعملها والاتفاة الزراعية اللي هو ما تصلك كثيرة طبعا طيب ده بيتم ازاي عن طريق وجود بيئة معلوماتية البيئة المعلوماتية دي قائمة على كل فكرة التحول الرقمي اللي احنا بنتكلم عليه الزكاية الصناعي وجود اقمار صناعية مصرية تعمل على الزراع مهم جدا كل ده بيتكامل مع بعض وبيقدم القيمة المضافة وبيقدم اللي احنا بنتكلم فيه تمام دكتور علاء يعني اضافة اللي قاله الدكتور محمد الى اي مدى ممكن يكون التحول الرقمي لو عند حركة معلومات طبعا لامس انه تم تطبيقه في مصر بشكل واسع لو عند حركة مثلة تقدر تضربها لنا واضافة لذلك ايه المقصود بمفهوم يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال يعني كمفهوم اضافي دخل على هذا القطاع خلينا اقول لحضرتك مثلا يعني من اكبر مشاكلنا ان مصر بتروي بالغمر منذ سبعة تلاف سنة ده زرعات معينة طبعا من بينها الرزة ويمكن الموز زرعات كدير بتستخدم بالغمر مش بس الرز يعني لسه الفكرة بتاع الرايب الغمر ويمكن مبادرة السيد الرئيس للتحول من الرايب الغمر للرايب التنقيت والرش مش بس عشان قصة توفير المياه يعني هالغرط مش توفير المياه بس مشكلة سد النهضة فقط ولكن لانه ده سلوك الحقاري الامسل للعالم كله الفكرة مش كده بس مش ان انا بوفر مياه ان انا بوصل للنبات المياه احتياجاته من المياه لان انا لو زودت عليه المياه بيتكون معاه اللي بنحتاج له بقى التفايلويات اللي بتطلع معاه والحشائش والترونه فانا ما بديله المياه والسمات بتاعه بس فبوفر فيه الاسمات نقطة تانية بوفر فيه التكلفة بتاعة الراي والعمالة اللي بتوعب تروي الدكتور اشار لحتة بصراحة عمليةها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الراي ان انا عندي جهاز حساس كده بيتحط في الارض بقدر انقل منه ان الارض عايزة تتروي مع التحول الرقمي ممكن من على الموبايل اه ابعت على الابليكيشن نزل مياه الارض تتروي لمدة نص ساعة او ساعة وبالتالي احتياجاتها من المياه هذه التجربة موجودة النهاردة في مصر واثرت على انتاج المحصول يعني حاجة اننا النهاردة الناس مدخلة ان الراي بالغمر هو اللي بيزود المحصول بالعكس تماما ده ممكن نصل الى ثلاث اضعاف ويمكن وزارة الزراعة عمل التجربة على الاصب ان مستهدفة انها تبقى الفدان ينتج اربع اضعاف الانتاج العادي من خلال الراي بالطمئين وده تجربة جديدة وهتعود على مصر بالخير ومعممة هتعمم كمان على كافة الزراعات النهاردة كمان التحول الرقمي بيخليني اعمل حاجة مهمة والتصنيع الزراعي يعني انا النهاردة عايز استفيد من قيمة مضافة في كل مراحل التصنيع ويمكن كنا مع حضرتك قبل كده وبنتكلم ان نسبة التالف من الغذاء بتاعنا بيصل الى 33% وده نسبة عالمية ونسبة كبيرة جدا طبعا انا ما يكون عندي قاعدة بيانات انا هستطيع اعرف هحط فين صوامع هحط فين تلاجات هحط فين المجففات بتاعتي المبردات اذا كنت عايز النهاردة مصر عندها مزايا يمكن في زراعة الطماطم بالذات الطماطم زمان كان لها لفظ كده انها متذبذبة الاسعار مجمونة في اسعارها لانتيجة انها بتفسد والحرب ياصل عليها النهاردة انا ممكن اتحول من هذه النقطة السلبية الى نقطة ايجابية ان انا اعمل الدرايت وميتو من تكفيف الطماطم النهاردة بيتصدر لكل دول العالم وباسعار مناسبة كده بيصل الكيلو بتاعها ل3 يورو فانا النهاردة كل 10 كيلو طماطم ممكن يتحولوا لكيلو طماطم مجففة فنقدر نفتح مش بس تصدير ونفتح صناعات ويبقى عندي التصنيع الزراعي داخل معايا وبشغل الشباب وقللت الفاقد وكأني لما قلل الفاقد 30% كأني زودت انتاجي 30% دكتور محمد ايه تاني من تطبيقات التحول الرقمي يعني طبعا بوابة مصر الالكترونية اكيد لها دور كارت الفلاح الزكي زي ما قلنا مايكانت الحيازة الزراعية مشروع هدهد اللي اكيد محتاجين نعرف عنه اكتر لكن كمان يعني هل التقنيات دي ممكن ربطها بوسائل اكبر يعني غير شبكة الانترنت ممكن تتصل كمان بالاقمار الصناعية زي ما بيارد بعض الاخبار احيانا بالضبط انا بس احبب ان انا يعني ادي بعض الضوء على موضوع تكنولوجيات الزكاة الاصطناعية لاندي من اهم الحاجات وبعدين ارجع لسؤال حضرتك هو تكنولوجيات الزكاة الاصطناعية دي بتشتغل ازاي لان برضو انا يهمني ان احنا انبسط المعلومة للسادة المشاهدين علشان هو زكاة الاصطناعية مش سحر هو الفكرة ان احنا الارض الزراعية عندي محصول زراعي بتزرع انا بجمع كل انواع البيانات عن هذا المحصول في دورة واثنين وثلاثة واربعة وعشر لو عندي البيانات دي بتدخل على الكمبيوتر او الحاسب فهو يقدر يتوقع في دورة رقم حداشر واثناشر ايه شكل الناتج بتاع العمليات الزراعية اذا كان هينمو يعني او انتاجية الفدانها تزيد او كده اذا ايه نوعية الامراض اللي هو ممكن دي هندسة الزراعية طبعا نتيجة التسلسل نتيجة الزكاة الاصطناعية انه هو بياخد صور ودي على فكرة الجزء اللي حددتك قلت عليه اللي هو بتاع الاقمار الصناعية الاقمار الصناعية بتاخد صور للمحاصيل الزراعية في الدورات المختلفة فالكمبيوتر بيعمل عملية ما يقال عليه التدريب هو بيتضرب الكمبيوتر بيتضرب على شكل المحصول الزراعي او الحقل المثالي فلما يحصل يبتدي يحصل فيه مشكلة يتوقع ان الحتة دي في الحقل هيصبها داء كذا فيبتدي يبدي زي نوع من انواع الارشادات روح الحتة دي عالجها بدول الفلاني فهي دي هو انت بتبني تعمل بيئة معلوماتية متكملة قاعدة بيانات شاملة بس نقطة الاخرة دي يا دكتور محمد وسمحني في المؤطعة او في التعليق ده مش عارف هل هي متصلة بفكرة انه ممكن تقل العمالة في القطاع الزراعي ما يبقاش في دور كبير للمهندسين زي ما حضرتك عارف العالم كله بيتنبأ بانه هتنخفض اعداد الوظائف في العالم بحلول يعني سنوات قليلة قادمة فبالشكل ده البشر مش هيشتغلوا يعني الاجهزة والماكينات الزراعية هيتشتغلوا والبشر هيتعطلوا لا تسمح لي هقول لحضرتك على حاجة وكلمت برضو من الواقع علشان احنا برضو فترة سنوية عامة والشباب دلوقتي بدخلوا على فوق قطاع الزراع ده من القطاعات اللي ضروري يبقى فيه اهتمام بدراستها الجامعية وهيفرق كتير مع مصر والمصرين اكيد في مستهد ما هو لانا بقول حضرتك عليه انه هو الكمبيوتر بيجمع البيانات وبيدي قرار هو بيتدرب بناء على ايه خبرات المهندسين الزراعيين اللي بيديروا العملية يعني الكمبيوتر بياخد منهم خبرات ديت وبعدين يبتدي يطبقها بصورة تكرارية فهو هنا دور العمل البشري الكفر مهم جدا هو بيفيدنا في ايه في ان احنا بيعمل عملية مراقبة مثلا 24 ساعة انما فيه حاجات هو مش هيقدر يحلها فيبتدي يبعد رسال الالكترونية للمهندس الزراعي فيقدر انه هو يتدخل الحاجة التانية المهمة ان احنا مع التقنيات ديت احنا مش بنفقد وظائف احنا بنعمل وظائف جديدة صحيح وظائف جديدة تتنسب مع العصر بالضبط فاحنا كم التطبيقات اللي احنا بنتكلم عليها للذكاة الصناية ده هتعمل نوع من انواع الوظائف الجديدة اللي تتطلب مش المعرفة كل واحد بالمجال بتاعه بس لا ده بالمجال الرقمي كمان لذلك احنا فيه جهود كبيرة جدا من الدولة لنشر الثقافة الرقمية وفيه دورات تدريبية مجانية بتوفرها مثلا وزارة الاتصالات بتوفرها الاكاديميات المختلفة في مصر وده بتدي فرص لكل اي حد عايز يتعلم التكنولوجيات الرقمية انه يدر يتعلم فاحنا عندنا الفرصة ان احنا يبقى المهندس الزراعي بس معانا تكنولوجيات الرقمية وده المطوب في العصر اللي جاء ونرجع للسؤال اللي انا طرحته على حراك من زخريل حتى لا نطيل الغياب على الدكتور علاء ولانه سؤالي يعني بيحتمل تفاصيل كثيرة عن التطبيقات المتعلقة ببوابة مصر الالكترونية وكارت الزاكي ومشروع هود هود اضافة للحيازة المميكانة هنرجع لهذه الملفات مع حضرتك لكن من واقع خبرة حركة دكتور علاء وحركة خبير اقتصادي قد ايه فاد هذا التحول الاستدارات الزراعية المصرية معروف طبعا انه مصر بتصدر زي ما حضرتك بشارة ضمن الفراولة والبطاطس وغيرها كتير لاوروبا وللدول العربية حتى وللخليج وبالتأثير الايجابي لهذا القطاع في عدم فساد زراعة عدم ضعف محصول هيكون لعائد الاقتصاد المصر بيه المعلومات اللي عندها حركة في القطاعات المختلفة سأقصب سكر بطاطس غيره خليني بس اعضيف حتة الكلام اللي كحادرة كنت بتتكلم عليه ان دايما فيه هاجس ان التحول الرقمي معناها ان الناس هتوعد في البيه ايه مصر بتنتهج التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة لازم يكون عندي في الشغل بتاعنا تنمية مستدامة استمرارية ومن موارد طبعية لا تؤثر على البيئة ولا تؤثر على الاجيال القادمة فنستخدم طاقة جديدة ومتجددة نتعامل مع الاراضي بتكنولوجيا وبان احنا يا دوب بندي السماد على قد الزرعة والمية على قد الزرعة فنحافظ على المية للاجيال القادمة نوفر هل معنى كده ان الناس اللي كانت شغالة مش هتشتغل لا ما احنا عملنا عملنا سلاسل القيمة عشان يبقى عندي تصنيع زراعي او ببساطة شديدة يبقى عندي قيمة مضافة في كل عملية انتاجية وعندي مصادر الطاقة زي ما حد قلت شمس ورياح ده ممكن تستوعب طاقات عمل جديد الريسايكل الزراعي بقى اللي هو اعادة تدوير المخلفات الزراعية وبصراحة مش بس اش الرز والجريد بتاع النجيل والمخرجات اللي بتخرج من المصانع بتاعت البرتقال ايش البرتقال الطماطم المعصورة كل الكلام ده يستخدم تاني في صناعات تفيد برضو المجال الزراعي على سبيل المثال مثلا السروا الحيوانية تفرع في الاحوال ممكن يتعامل منه الكمبوستا او اللي هو السماد العضوي يا دكتور السماد العضوي واللي بنسميه العلف بتاع سواء السروا الحيوانية او السروا السمادية او الدجنة فان احنا ان يبقى عندنا مشتقات من مواد خام فيها استمرارية وفي نفس الوقت نقدر ان تعرف اكتر حاجة بتواجه العاملين في مجال السروا الحيوانية او السروا الدجنة او السروا السمادية او سعر العلف تخيل لو احنا اقدرنا نعمل اعادة تدوير ان احنا نصنع علف بسعر رخيص نتيجة التدوير هيحللي مشكلة كبيرة جدا وبالتالي هنخلق فرص عمل بس هي الفكرة كلها ان مع التحول الرقمي بيتغير فرص العمل من مجال لمجال انا شغال في المجال المصرفي لما اتدنا ان نشتغل على التحول الرقمي في البنوك ناس كتير اوي كانت فكرة ان خلاص العاملين في البنوك هيقل بالعكس هم زادوا ولكن في مجالات بقت افكت العمل المصرفي الحاجات اللي ممكن يعملها اللي هو الحاجات اللي ممكن يعملها الكمبيوتر بقت يعملها الكمبيوتر والحاجات اللي محتاجة للافراد يعملها الافراد واعادة توزيع العمل واعادة توزيع الاماكن كل الكلام ده مافيش ماشوفناش انا شايف ان الحديث بيتطرق الى موضوعات غاية في الاهمية والاسئلة اللي بنسألها بيتأخر الجابة عليها فنرجع للدكتور محمد قبل ما نسوفي مع حركة فكرة تأثر الصدرات الزراعية بالتحول الرقمي دكتور محمد تسألنا عن امور عدة من بينها مشروع هدهد اللي يمكن انا عندي شغف ان انا اعرف مع حركة اكتر عنه من البداية وزي ما احنا بنتكلم ان استخدام تكنولوجيات الزكاة الاصطناعية والتكنولوجيات الرقمية بصفة عامة في ان هي تدي نصائح للمزارع او نوع من انواع الارشادات فهدهد قائمة على هذه الفكرة ان انت كل ما تدي ارشادات سليمة للمزارع فهو بينهب بالعملية الزراعية بتاعته وبالتالي فيه كفاءة انتجية انت مش شرط ان انت توسع الرقعة الزراعية بتاعتك لكن ممكن ان انت تزود كفاءة الرقعة الزراعية القائمة تزودها ازاي؟ عن طريق جزء التوعية طيب التوعية ممكن بالوسائل الرقمية الجديدة دي طبعا احد الابليكيشنز او احد التطبيقات للتحول الرقمي ولذلك هو فيه ده ده طبعا الاسم هدهد اكيد الارتباط بالحق للزراع طبعا طبعا والفكرة ديت مش الحكومة بس اللي بتشتغل عليها الجميل ان احنا المنظومة بتاعتنا او منظومة الزراعة مش لازم تعتمد على الخدمات اللي بتقدمها وزارة الزراعة او الحكومة بس لكن فيه كمان منظومة اخرى ممكن نتكلم عليها يعني دي عايزة حوار كبير يعني وهي الشركات النشئة الشركات النشئة المصرية اللي هي بتحل افكار في المنظومة الزراعية واني هي تقدر تدخل تبيع حلول تكنولوجية تزيد من الانتاجية الفدان في الزراع ويعني انا بقابل شباب كتير في انا يعني جزء من عملي مرتبط بالابتكار وريادة الاعمال وشركات النشئة فبقابل فيه شباب عندهم افكار رائعة فيه شباب بتشتغل على تطبيقات مرتبطة بالاقمار الصناعية وازاي ان هي تنصح المزارع ازاي ترائب المحصول عملية مراقبة شاملة للمحصول على مدى الاربعة ورشين ساعة وعلى فكرة مش بيبيعوا الحلول بتاعتهم في مصر بس بيبيعوها كمان خارج مصر هم في مصر اكتر وهرجع لحركة الجزئية ديت ويمكن المتعلق اكتر كمان بتأثير التقص على ظروف الزراعات لكن انا عايز اعرف ما حكى دكتور علاء لأي مدى يعني مثلا اثر هذا التحول الرقمي في القطاع الزراعي على الصادرات مثلا البطاطس اللي كنا بنسمع كتير زمان عن انها اترافرت الشحنة اللي مسافرة مثلا اوروبا او الخليج علشان خاطر العفن البني او غيره لأي مدى هذه الظاهرة توقفت وكخبير اقتصادي مصري وطني ايضا وده شيء مؤكد يعني لأي مدى ويمكن ان يؤثر ذلك سلبا او ايجابا على السوق المحلية لانه ربما نتيجة يعني مثلا تصدير كبير ممكن ترتفع يعني اسعار السلعة في الداخل نسبيا انزال بطاطس دلوقتي مثلا بتصل في بعض المناطق لعشرة جنيهات في حين انه في وقت اخرى بتبع قل من كرة كتير خليني بس اتكلم في النقطة دي احنا اولا مصر السنة اللي فاتت كانت من اكبر الدول المصدرة للفراولة في العالم تمام وده انجاز يعني حصل من خلال الشغل اللي عملته وزارة الزراع بالتركيز وبرضو نرجع تاني ده جي من اين من قاعدة بيانات ان انا جيب الشتلات اللي هي المفروض انها ليها مواصفات ورصية استطيع انها تلقى قبول لدى المستهلك الاوروبي والامريكي وبالتالي بان نزرع هنا الشتلات نبتدي نعمل لها سلاسل قيمة مضافة لغاية ما تصل الى المصدر التميز اللي موجود في زراعة الفراولة دلوقتي بس اسمح لي انا ما زلت يعني محتفظ لذاكرتي باخبار تتعلق بتأثير كورونا على العالم حينه كانت الصادرات والاسترات تقريبا كان متوقف في العالم كله وتميز الزراعة المصرية في ذلك الوقت كان حظها ذهبي انا يعني مش مش ميال لهذا التفسير مش ميال لهذا التفسير لان حركة التجارة العالمية كلها تكاد تكون تقاقفت في فترة كورونا ففي ظل هذا التوقف مصر قدرت انها تصدر تمهو فيه كل دول العالم كان عندهم زي التنفسية ان هم يصدروا فاحنا قدرنا ان احنا نصدر التأثير السلبي انا بقول ان انا ما بدخ في الاقتصاد النهاردة عشان انا اصدر هل ده هيؤثر على السوق المحلي ولا لا هو ما بيقصرش على السوق المحلي لسبب بسيط قوي يعني خلينا نضرب مثال صغير جدا اذا انا رفعت دخول المواطنين فارتفعت اسعار السلعة هل ده يعني ان انا عندي اه هي دي النقطة ان انا النهاردة اه بقى عندي معدلات البطالة قلت اه معدل دخل الفرد زيت فبالتالي لما انا بتقيت اصدر اصدرت على على سعر الصرف بتاعي فبقيت استورت حاجات تانية بسعر اقل فهي دورة اقتصادية متكاملة ما بتأصرش على السعر يعني انا ما شفتش النهاردة احنا بنصدر الفراولة فبقت سعر الفراولة في مصر مية جنيه اه لا هي نسبة وتناسب والعاية ده بيعود في الاخر على المواطن بس ممكن عشان انتاج الرزير شوية دكت اه لا احنا طبعا مصر ادرت انها تنتج طب وبالنسبة بلية الحاصلات عشان ما نضيبش على الدكتور محمد عايزين نسأل على الطاقس البطاطس والزراعات التعاقدية عارف البصل المنتجات الاعترية كمان يعني الاعشاب الاعترية فابتدى يكون عندي ومش بس بصدر لان احنا دايما نقول انا مش عايز اصدر مادة خام ضيف لها قيمة مضافة يعني حط لها اه الطماطم اعملها دراي حط لها زيت البصل جففه لان عملية التكفيد بتعمل قيمة مضافة فبتغير معاك في السعر غير ان انت تصدر جاهز يعني العنب صدره عصير الزتون صدر زيت زتون وبالتالي القيمة المضافة دي بتضيف سعر وبتضيف عمالة ان انا قدرت اوفر عمالة عشان تشتغل عشان تحولي الزتون فيه بقى شركات دخلت في الجمع فيه شركات دخلت في النقل في التعبئة والتغليف في العصر انا معرفش اخبار الزتون المصر ايه دلوقتي هو ده الموسم بتاعه لو عند حرك معلومات او عند دكتور محمد نرجع للنقطة دي لان اعتقد انه فيه زرعات كتير تأثرت السنة دي شوية اهو طبعا في ربط التقص الحار المنجة يمكن المنجة والبرج واظن انه الزتون منهم على كل حال ده مدخل كويس يا دكتور محمد عشان اسأل سؤال تحول الرقمي وتكنولوجيا متابعة الزراعة مع تغيرات وتقلبات التقص بشكل غريب في معظم انحاء العالم دلوقتي ومن بينهم مصر هل بتمكنني من السيطرة على هذا الموضوع عشان ما يحصل انه الاقي مثلا زراعة خسرت قبل المسم بتاعها زي المنجة زي ما اسمعنا السنة دي الحر افسد جزء كبير من المحصول او غيرها زي الزتون ما بيتردد بعض الكلام عن هذا الموضوع ايضا هل نقدر نتابع التقص وتأثيره على الزراعة اهدل حضرتك مثالك احد الشركات النشأة اللي هي بياخدها شباب كانوا عاملين احد الحلول الخاصة بتكنولوجيا الزراعة جميل جدا ورائع هم لسه طبعا في بداية عملهم وطبعا العرفيك الشركات ديات ما بتطلعش كده لوحدها دي دعم فيه دعم كبير جدا من الدولة في منظومة البتكر ورادة الاعمال البلب بتصرف فلوس كتير على الشباب والشركات دي اه بيعمله ايه اه هو بيعمل عملية مراقبة خصوصا في جناين الفكهة اه في الفكهة اه بيحصل مع تغير الجو الفجائي بيحصل عملية اه بيتقال عليها حرق المحصول المحصول يحصل في مشكلة او الحكاية دي بتحصل ازاي بتحصل في عملية مع تغير الجو فجأة ممكن دي تحصل وإيه المزارعين في بيتهم ايه اخبرها حددك فما يعرفش عاجات قدرية شوي اه فإيه اللي بيحصل ان مع عملية التغير الفجائي دي بيبقى فيه زور سينسورز موجودة في الجناين الفكهة تقدر ان هي تعمل عملية اه كشف اه الحرارة زادت قلت واخبرها حددك وتبعت زي اشارات الكترونية لاجهزة ممكن السيطرة عليها مثلا براية زيادة او غيره وازن كمان يعني موضوع السوب الزراعية بيسيطر على المشكلة دي درجات السخوع ودرجات الحرارة بالزبط هو فعلا زي ما حددك قلت هي بتبعت رسالة الكترونية لرزاز مياه بيرش المياه فعلا على الشجر او المحصول الفكهة فبيحصل عملية معادلة للمشكلة الحرارة دي وفي نفس الوقت بيبعت المزارع ان في مشكلة حصلت على الموبايل ان حصل مشكلة كذا واحنا حصل عملية استجابة الكترونية مميكنة للموضوع كله بتنقذ محاصيل كتيرة جدا والتطبيقات دي موجودة ودي احد تطبيقات التحول الرقمي وكذلك فيه افكار كثيرة جدا احنا محتاجين ان احنا الفترة اللي جاية دي مع اهتمام مصر بتطوير انتاجيتها في الزراعية في الرقع الزراعية القائمة فان احنا نهتم بالابتكار في مجال الزراعة وان احنا ندفع به نحطه اولوية وطنية للشباب ان هم عايزين يعملوا افكار جديدة الحكومة تتبنى شركات النشأة مش لازم الحكومة تدخل في كل حاجة وهي اللي بتعمل الحلول لا تتبنى شركات بيقودها شباب مصريين هو اهم من الادوار التدريب لا غير التدريب الشركات نفسها الخاصة النشأة المصرية اللي بيقودها شباب مصريين وبيقدموا حلول ممكن الحكومة المصرية تتبنها ويتقدم الموضوع ده من خلال التعاون مع شركات القطاع الخاص المصرية اللي بيقودها شباب مصري نابه وعنده قدرة على الابتكار تمام فدي نقطة مهمة جدا نقدر ان احنا نشتغل عليها الفترة الجاية طبعا فيه جزء رائع لحضرتك قلت عليه واشارت عليه دلوقتي جزء التدريب جزء التدريب طبعا من غير كوادر مدربة ما فيش تحول رقمي من غير كوادر مدربة ما فيش تحول رقمي هو فيه ارقام بتتكلم عن تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجامعات الزراعية واكتر من 2500 موظف الارقام ديت برضو ارقام يعني مبشرة هو كلمة تحول رقمي نفسها هي احنا نقدر نقول ان 70% من هذه الكلمة معتمد على الكوادر البشرية و30% معتمد على التكنولوجيا 70% معتمد على الناس اللي فاهمة تكنولوجيا معلومات ازاي فاهمين العمليات اللي احنا بنتكلم عليها يعني مع الدكتور علاء فاهمين يعني ايه value chain احنا منحل انهم مشكلة وهكذا القيمة المضافة يعني ايه هي دي كلها الكوادر اللي احنا محتاجينها في منظومة التحول الرقمي واللي الدولة فعلا دلوقتي بتشتغل عليها في عملية التدريب تمام دكتور علاء اضافة لهذا الكلام انا كنت عايز اقول حاجة مهمة جدا عايز اقول حاجة مبل ما لاسك تفضل اه لا قبل ما تسأل بس في حتة مهمة جدا لمن حداتك اصارت نقطة مع الدكتور برضو ان النهاردة محصول المنجة لما حصل تغيرات جوية طب مش بس زي ما الدكتور تفضل ان في ناس قدرت تحل المشكلة دي احنا كمان عندنا مفهوم التأمين الزراعي ويمكن النقطة بتاعت التأمين الزراعي يعني ايه تأمين الزراعي اه يعني انا النهاردة من خلال شركات التأمين حاجة زي البنجة وخصوصا في ظل التحول الرقمي والربط مع الارصاد الجوية شركات التأمين تستطيع النهاردة انها مقابل رسوم معينة تعملك تأمين على المحصول الزراعي وصف التأمين زي وصف التأمين على ايه حاجة تهنيه زي وصف التأمين على الحياة على الحياة فهي وصف التأمين على المحصول الزراعي ويمكن هذا الفكر وزارة الزراع متبنياه عشان تقدر تحافظ احنا النهاردة بنعالج ان لو فيه خطر حصل مثلا قدرنا زي ما الدكتور تفضل وقال لك فيه ناس اخترعوا رشاشات تعالج بس لو الخطر حصل بدرجة حرارة اكبر ملحقناش الكلام ده يبقى المزارع النهاردة ما قدرش ينضر من هذا الموضوع وبناء على دراسات تكنولوجية بتستطيع برضو شركة التأمين انها من خلال الرسوم انها تعود المزارع في حالة حدوث هذا الخطر ويمكن لو عممنا هذا الفكرة وهو التأمين لان طبعا المصريين مفهوم التأمين عندهم مش منتشر قوي كل تأمين زراعي كمان والتكاليف بتاعة التأمين مش غالية قوي وشركات التأمين في مصر كلها تحت هيئة الرقابة المالية والرقابة على التأمين كلهم بيقدموا خدمات للتأمين الزراعي مجرد بس ان احنا نوسع هذا الفكر ويبقى فيه ارشاد وكون حضر الخبير بنكي وخبير اقتصادي فاترش هذا الحل لكن بالتأكيد اكيد فيه حلول اخرى كمان زراعية وده اللي خليني اسأل حضر لك سؤال تاني اضافي حالك شايف انه فيه تميز نسبي او ميزة نسبية لبعض الزراعات المصرية في عالم اليوم ممكن مصر تراهن عليها تبقى صادراتها منها اكبر تحقق عملة صعبة اكتر هل حالك شايف ده خلينا اقولك على حاجة يمكن احنا النهاردة كنا لسا بنتكلم النهاردة في الشغل عن استراليا في اثناء فترة كورونا وقفت شوية من انتاج البنجر اوتوماتيك بقى هنا حصل عندنا ان بقى البنجر المصري بقى ليه مزايا كبيرة جدا في التصدير وانتاج السكر وبالتالي احنا بنتمتع بمزايا كبيرة جدا في مصر في الانتاج الزراعي كل ناقصنا شوية تكنولوجيا ونتحول من الري بالغمر فيما عدا اجزاء معينة في الدلتا انت عارف استراتيجية مصر لتطوير الزراع عشرين تلاتين ان احنا يبقى عندنا الوادي الجديد والدلتا الجديدة وكل دي اماكن صحراوية يجب ان تزرع من خلال تكنولوجيا يعني مش هينفع نعمل غمر هناك فلازم نروي بالتطبيق الجزئية اللي حتى تفضلت بيها برضو السوب الزراعية النهاردة برضو بتحميني من درجات سواء ارتفاع درجات الحرارة او الخفاة درجات الحرارة زراعات استراتيجية او زراعات معينة خاصة بتصديق لكن عليها تحل لانه وقتنا تقريبا انتهى دكتور محمد لحركة تعليق اخير ولو حضرتك حابة تضمنه حديث عن ربط الموانئة المصرية بمنظومة الرقمانة هو يعني التعليق الاخير ان احنا فعلا علشان يكون عندنا بيئة معلوماتية شاملة نقدر ناخد عليها قرارات تؤدي بينا لرفاهية المواطن وان احنا فعلا نبقى دولة بتحقق او في اعلى عشرين دولة في العالم في مجال التنفسية كتنفسية اقتصاد فانت محتاج يكون عندك بيئة معلوماتية شاملة بيتخذ عليها القرارات وبناء عليه التحول الرقمي هنا مش مجرد حاجة رفاهية لا دي حاجة أساسية امر واقع وضروري جدا في كل المنظومة وانا الحاجة بحييكم على اثباتكم لده من خلال هذا اللقاء بشكركم شكر جزيلا شرفتوني الدكتور محمد خليف عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستشارة الابتكار والتحول الرقمي شكرا جزيلا يا دكتور محمد ودكتور علاء علي السيد الخبير الاقتصادي شكرا جزيلا يا دكتور علاء شرفتوني شرفتوا البرنامج وبشكر حضراتكم شكر جزيلا على امل اللقاء بحضراتكم مرات اخرى قادمة ان شاء الله والشكر موصول لحضراتكم مشاهدين الكرام على حسن متابعة هذه الحلقة من واجه الصحافة على امل اللقاء في الاسبوع القادم بمشيئة الله دمتم في امان الله وإلى الله